هل إذا أصاب الصياد فريسته بسهم في موضع شريان أدى لتصفية الدم والموت السريع والله يسأل مهم نفكر فيه أصاب الصياد فريسته بسهم في موضع شريان أدى لتصفية الدم والموت السريع قبل أن يصل للفريسة لذبحها هل له أن يأكل منها أم تعتبر ميتها صياد كتابي وليس مسلم لا أظن أنه ذكر اسم الله عند أطلاق السهم جمهور الفقهاء يرون حل صيد الكتابي المذاهب المتبوعة الأربعة الشفعية والحنبلة والمالكية والحنفية يرون حل صيد الكتابي ونقل هذا عن عطاء والليث والثوري والأوزاعي ليه؟ قالوا أن الإرسال والرمي بمنزية الذبح والذم من أهل الكتاب من أهل الذبح فينطبق عليه ما ينطبق على المسلم وقد قال تعالى وَطَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ والمقصود بالآية إِذْ ذَبَائِحْ قَطْعًا الآن مرتكلمش على الفاكهة كتاب الفاكهة المجوز والبوزيين والشيوعيين كلم عن الذبائح وَطَعَامُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمْ الحديث فيه عن الذبائح سواء أكلانها عن طريق التزجية أو الذبح أو النح أو الصيد مادام السهم قد اخترق جسم الذبيحة فأنهر الدم وقضى عليها فهي حلال الشروط التي تشتراط في الآلة أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق وإلا لا تحل إلا أن تذبح لا يشتراط أن تكون من الحديد بأي آلة حديدة خشبة حدة يعني حجر محدد المهم أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق شرط الثاني أن تصيب الصيد بحدها فتجرحه وأن يتيقن أن الموت كان بالجرح وإلا فلا يحل أكله لأن ما يقتل بعرض الآلة أو بثقله يعتبر موقوزة لو أنا معي سيف ضربته ضربته بعرضه الذبيحة لم أضربها بحده ضربتها بعرضه هذه يعني هذه موقوزة إذا ألقينا حجرا على الذبيحة فقتلها هذه موقوزة وليس الذبيحة يبقى لابد أن تكون الآلة محددة تجرح وتؤثر في اللحم بالقطع أو الخزق وأن تصيب الصيد بحدها فتجرحه لتقى أن الموت كان من الجرح وإلا لم يحل الأكل